بنرحب باولية الامور اللي بشوفونا النهاردة النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة جدا وهي الاعداد العشرية الاعداد العشرية دي تمثيل مختلف للاعداد الكسرية لو اديتك عدد كسري على الشكل ده وهو اتنين وتلاتة على عشرة التلاتة على عشرة دي ممكن نكتبها بطريقة مختلفة وهي تلاتة فصلة بالشكل ده يعني العدد كله ممكن نكتبه اتنين فصلة تلاتة اللي هي اتنين وتلاتة على عشرة وبننتقها بطريقة مختلفة هي اتنين وتلاتة من عشرة اتنين وتلاتة من عشرة الطريقة دي مهمة جدا طبعا ولازم تشرح لابنك او بنتك وانت بتفاهمي الدرس ده ان الاعداد العشرية بتستخدم اكتر حتى من الاعداد الكسرية. يبقى قلنا ان العدد اتنين ويه تلاتة على عشرة ممكن نكتبه اتنين ويه تلاتة من عشرة اللي عملناه نزلنا الجزء ده كنا بنول عليه العدد الصحيح نزلناه زي ما هو وبيبقى اسمه الجزء الصحيح ورده وبعد كده كتبنا فصلة الفصلة دي اسمها العلامة العشرية وبعد كده كتبنا تلاتة التلاتة دي اسمه الجزء العشري يبقى العدد على بعضه كده اسمه اتنين ويه تلاتة من عشرة بييجي ازاي السؤال السؤال بيجي يقول لي حول الى الصورة العشرية وبيديني اي صورة من الصورة الكسرية اللي خدناها قبل كده سواء عدد كسري سواء كسر مركب او اي حاجة مختلفة لو عندي تسعة على عشرة دي على طول بكتبها زي ما شرحنا من شوية تسعة من عشرة كنا سيبنا فصلة طب الجزء الصحيح هنا فين المفروض اكتبه زي هنا هنا الجزء الصحيح صفر عشان كده بكتبه صفر ليه صفر لان ما فيش جزء صحيح فبكتبه صفر زي ما هو سؤال تاني بيقول لي حول سبعة واحد على خمسة او سبعة وخمس لعدد عشري بعمل ايه انا عشان احول لعدد عشري حاجة مهمة جدا لازم المقام عندي يكون عشرة عشان اقدر اكتبها تلاتة من عشرة مسلا او اربعة من عشرة فمضطر اخلي المقام عندي في المسألة دي عشرة سهل جدا تعودنا ازاي نحول مقام لاي حاجة انا عايزي الخمسة دي تبقى عشرة خلاص يبقى اضرب اتنين في الخمسة هتبقى عشرة بس لازم واضرب فوق هيبقى العدد الجديد عندي اسمه سبعة واتنين على عشرة خلاص نقدر نحوله دلوقتي بسهولة الجزء الصحيح هو سبعة والعلامة العشرية اهي واللي فاضل اتنين من عشرة ناخد مسألة كمان هي تمنتاشر على خمسة قبل ما نحول التمنتاشر على خمسة دي لعدد عشري نحولها الاول ليه عدد صحيح وكسر او هو عدد مركب عشان عارف هياخد الجزء الصحيح واخد الجزء العشرين نحولها ازاي قولنا قبل كده التمنتاشر مش بتقبل اسمه على خمسة نفكر على عدد اقل من التمنتاشر بيقبل هنلاقي الخمستاشر خمستاشر على خمسة فيها الكام فيها التلاتة ادي الجزء الصحيح واللي فاضل من التمنتاشر لما نزلنا لحد الخمستاشر هو تلاتة برضو لكن على خمسة ده كده تحول عندي ليه شكل مركب. بنعمل يعشان نحول لعدد عشري بنضرب في البسط والمقام في اتنين عشان المقام يكون عشرة يبقى في اتنين واتنين هيبقى اللي فاضل عندي هو تلاتة زي ما هي ما لاش دعوة البسط ضرب في اتنين بقى ستة والمقام نضرب في اتنين بقى عشرة يبقى العدد عندي تلاتة وستة من عشر. نبصوا على السؤال التحت. السؤال التحت ده كويس جدا بيقول لي تمنتاشر على عشرين. انا هنا عايز المقام برضو يكون عشرة لكن المقام دلوقتي مش خمسة زي هنا مسلا فضربناه في اتنين. لا المقام عندي اكبر من العشرة. خلاص يبقى تقسم على اتنين. نقسم البسط والمقام برضو على اتنين. عشرين على اتنين فيها العشرة. تمنتاشر على اتنين فيها التسعة. ودي حاجة مهمة جدا انك لازم تفضل بتفكر ابنك او بنتك ان جدوى للضرب ده حاجة مهمة ولازم يفضل حافظه على طول ما ينفعش يطلعبط في حاجة او ينساها وما ينفعش على طول يلجأ للالة لان هي مش وسيلة مهمة ان هو يشغل عقله. اللي احنا هنكمله دلوقتي تسعة العشرة زي اول سؤال ممكن نكتبها تسعة من عشر. كده احنا عرفنا حاجة جديدة النهاردة وهي الاعداد العشرية وهي تمثيل مختلف للاعداد الكسرية واخدنا طريقة المسائل اللي بتيجي عليه. في المرات الجاية ان شاء الله هنشرح حاجات جديدة عن الاعداد العشرية. شكرا لكم النهاردة واشوفكم الفيديو الجاي.